ينضم إلينا من كيف سيد يحيى خربطلي الكاتب والباحث السياسي أهلا بك معنا سيد يحيى دعنا نبدأ في البداية من حيث التطورات التي تحدث الآن هناك تصريحات أوكرانية تقول أن هذه الخطوة هي البداية وأن كل شيء غير شرعي سيتم تدميره يعني بالرغم من هذه التصريحات الأوكرانية إلا أنه لا تعتبر هذه التصريحات هي اعتراف أوكراني بهذه التصرفات وهذا الحادث كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ نعم لحد الآن المناسبة لم يصلنا أي تصريح رسمي أو لم نسمع أي تصريح رسمي من قبل المسؤولين الأوكرانيين عن هذا الحادث أو تبني هذا الحادث وحسب المعلومات الأولية التي وصلتنا بأن هناك شاحنة وصلت إلى الجسر كانت ملغمة كانت بها متفجرات وتناسب أن تكون بجانب هذا القطار الذي كان يحمل مواد حارقة وتم التفجير عندما تساوى القطار مع هذه الشاحنة التصريحات هذه التصريحة طبعا كما قلنا حتى مستشار رئيس الديوان الرئاسي مستشار نعم رئيس الديوان الرئاسي اليوم صرح بأنه سنفجر على كل الأراضي المحتلة والتي تتبع طبعا لأوكرانيا فهذا حقنا وبالتالي لنا الحق الكامل باستخدام أي وسيلة كانت لإسترجاع هذه الأراضي سيد يحياء سيد يحياء ألا تعتبر هذه التصريحات نوع من أنواع التبني؟ يعني ربما في المستقبل القريب سيتبنى ذلك لأن قبل ذلك تم أيضا تفجير أو استهداف مطار ساكي في شبه جزيرة القرم ولم تتبنى في البداية هذه العملية القيادة الأوكرانية ولكن بعد ذلك بعد مرور وقت قالت بشكل صريح بأن مجموعات قتالية من تابعة للجيش الأوكراني أو ربما للمقاومين الأوكرانيين هم من قاموا بتفجير هذا المطار وكذلك الأمر بالنسبة الآن يعني من غير الأوكرانيين ممكن أن يقوم بهذه العملية وربما بالمناسبة لدينا معلومات بأن هذه الشاحنة كانت توجهت من الأراضي الروسية وكان سائقها روسي وهذه الشاحنة مالكها مواطن روسي فبالتالي ربما هناك مجموعات مناهضة للنظام الروسي ولبوتين هي من قامت وهي من تساعد القوات الأوكرانية في مواجهة هذا الاحتلال ومواجهة سياسة بوتين في أوكرانيا فدعونا ننتظر قليلا ربما أعود مرة تانية وأقول بأن هذه طبعا أعمال أوكرانية ولا نستطيع أن نقول ليس بإمكانا نعم لأوكرانيا الحق الكامل بالقيام بهكذا عمليات وهذه العمليات تكتب على أراضيها ولم تستهدف لحد الآن أي من الأراضي الروسية ترجمة نانسي قنقر